هيا معي من لبنان من وديه من وكر النسر الشاهد هيا معي من لبنان من قافياء الأرز التياه العابر هللويا بكرى لبنان من هناك انطلقوا من أرض القداسة ووادي القدسين وإليها يعود بهم الحنين إنها حكاية العشق المتبادل بين الأرض وأبنائها المنتشرين في أسقاع الدنيا من أجلهم ومن أجلها ولدت المؤسسة المارونية للانتشار وجدت لأن الدولة غابت وتقاعصت فجاءت الكنيسة لتعيد وصل من قطع بين لبنان والعالم كجزء من الرسالة وتعزيزاً لمكونات ومشاعر الانتماء الماروني والهوية اللبنانية لدى موارنة الانتشار كيركي هي المشرفة ومركز المؤسسة لكن وراء حلم المؤسسة كباراً في لبنان كان همهم استعادة هذه الثروة الوطنية خارج حدود لبنان بدي حيي الوزير مشيل إدي والبطيارك الكادنال مارنصر الله بطرس اللي طلعوا بهذه الفكرة هالغاية منها أنه يقدروا يساعدوا اللبنانيين المنتشرين يسجلوا نفوسهم وقعت نفوسهم بالأحوال الشخصية في لبنان يحافظوا على جنسيتهم وحافظوا على ملكيتهم حتى بالحقيقة يضم لبنان المقيم والمنتشر يبقى مطرابط عملت أنا النظام صاد على ربطة البطرق هو أساسة المؤسسة ما رجل أنتش عال انطلقت قدرجياً تحديداً من سنة 2008 بلشة المؤسسة بنهار لأقلي مش سعيد أبداً بالأول كان هو دفن بي بهذا الدفن بتفاجأ بالوزير قدي يلي بيقلي أنا بدي شوفك بعد الدفن ضروري على هالأساس صار فيه لقاء أنا ويه وأنا بعدني بجو حزم قال لي نعمة أنا والوالد بيك بلشنا مشروع بلشنا نفكر بمشروع وخبرني المشروع عنده هدف استرجاع اللبنانيين يلي ببلاد الاغتراب على لبنان وهذا شغلة مهمة كتير وهذا كان حلم أنتوانسواري من البداية لا نقدر نربط اللبنان المنتشر أو نخلص قد لا نقدر من اللبنان المنتشر نرجع نعلقه ببلده الأم لبنان دور المؤسسة هو شغلتين واحد تربطون أو ترسخلون علاقتون بلبنان وهي أهم شيء تشجعهم على أنه يسجلون هؤلاء الكبار جمعتهم أهداف نبيلة بدءا من هم ترسيخ ارتباط المنتشرين بالجذور اللبنانية والمارونية وتفعيل مشاركتهم السياسية والثقافية والاقتصادية مرورا بمساعدتهم على تسهيل تعاملهم مع الإدارات اللبنانية وحملهم على تسجيل زيجاتهم وولاداتهم في سجلات النفوس ووصولا إلى تمويل المشاريع في خدمة ذلك مجرد تشتغل على التواصل بين المنتشرين اللبنانية وخاصة المارنية ولكن عم نتعاطى مع كل المنتشرين اللبنانية لنساعدهم يرجعوا يتصلوا باللبنان يرجعوا ياخدوا جنسيتهم ويرجعوا يواصفوا باللبنان يتواصلوا مع أهلهم يفكروا كيف فيهم يعتبروا حالهم هن امتتاد مضبوط للبنان المقيم في الخارج عم نجرب أنه نتعا عملوا استثمار ببلادكم نتاعوا عملوا عدوا جربوا هالبلد هالبلد حلو وكل شي ومشان هيك عملنا الأكاديمية بالأكاديمية عم بيجوا هالشباب نحنا المستقبل للشباب مش للقبار المتحدرين من قصل لبناني الشباب يلي ما بيعرفوا لبنان ولا أغلبيتهم ما إجوا بعد على لبنان تقدر بواسطة برامج الأكاديمية المارونية تستقطب انتباههم وتربي عندهم هالشعور الانتماء للبنان إلى جانب العمل على فتح مكاتب المؤسسة في دول الاغتراب كانت الأكاديمية بمثابة حلم لكثير من شباب الانتشار للعودة إلى الجذور للإقامة في لبنان على فترة زمنية والخضوع لدورات ومحاضرات وزيارات للتعرف على اللغة والعدات والتقاليد والتاريخ كما على لبنان المشيل قدي بس يطلع ببرنامج هو أول واحد بيمول وما بيمول بقرش وقرشان بيمول بمئات الألوص من المال وباستمرارية نعم لو لم كان الوزير مش يلقدي هو اللي ما دفع المبلغ الكبير 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 ما كانت انوجدت المؤسسة وقت طلعنا بفكرة أنه نحنا لنقدر نأسس لعشر سنين لقدام لازم نقدر نجيب طلاب من 18 إلى 25 سنة نعمل الأكاديمية المرونية الشغل ببلش من هون وهو دي بكونوا صفرة لألنا بالاختراب أخدته تلات دقيقة ليقول هيدا شغلة مهمة هيدا شغلة بتخلينا نكون على تواصل مع الأجيال الجديدة وإذا الواحد بده يستثمر بيستثمر بجيال الجديد على مدى سنوات ومنذ تأسيسها عملت وتعمل المؤسسة على أكثر من خط خدمة لأهدافها فتحوا مكاتب في الخارج تنسيق إداري ولوجستي مع السفرات والقنصليات ونجحت حتى الآن بإنجاز أكثر من 30 ألف معاملة وبفتح أكثر من 17 مكتبا لها في العالم كما أنها عملت في الداخل على التحضير لإقرار القوانين والتشريعات المتعلقة باستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني عملت خطوات لا بأس فيها لكن المشكلة هاللي عمل بتلاقيها إنه اللبنانيين هم مرات بيلاقوا إنه لشو وما في لزوم وليت لسه لكن لو ليها كنا نحنا تحت السفر بس هلأ لأ عملت خطوات كبيرة نشكر الله وكل مرة بالتعاون مع مطارنتنا وكهنتنا ورعايانا وبعسات الديبروماسية عم بيعملوا خطوات لأ قدام وهكذا سنة بعد سنة تكرس المؤسسة المارونية للانتشار دورها الريادي بإشراف بكركي مؤسسة عابرة للأجيال خدمة للانتشار المسيحي وتعزيزا لمشاعر الانتماء والهوية اللبنانية في الانتشار والهدف دائما هو النجاح في إعادة العين والقلب إلى هناك إلى قيم الجذور إلى قيم أرض القداسة إلى وادي القدسين إلى لبنان موسيقى موسيقى